في الفيديو الذي نشرته وسائل الألام البريطانية تظهر شرطة المحلية تستخدم الدروعة والهروات لضرب المتظاهرين فيما ساد المشهد حالة من الفوضى وبالإضافة إلى المتظاهرين كان هناك إعلاميون أيضاً تعرضوا للعنف أثناء الاحتجاجات فنشر الصحفي ماثيو ديريش في صحيفة ديلي ميرور البريطانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه سبق أن عرف عن نفسه بأنه صحفي في تلك الظروف لكن الشرطة تواصلت الهجوم كما نشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو للمشهد الفوضوي على وسائل التواصل الاجتماعي فيما بات من الواضح أن شرطة بريسول اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال هذه الاحتجاجات كما دلعت احتجاجاتهم أيضاً في مانشستر وشيفيلد ومدن بريطانية أخرى يوم السبت